موسيقى سيدي لقد بحثوا عنك في جميع أنحاء الغابة أين ومتى وكيف القط الأسود والسحلية ينشرون في أرجاء الغابة أخبارا سيئة عنك يا سيدي ما الذي حدث لقد أحداث الوقيعة بينك وبين الأسد سيدي ماذا تقول ماذا تقول أتعرف ماذا تقول أقول ما سمعت يا سيدي أقول ما حدث يا سيدي وأعت أمهم سودة ما بالك يا سيدي كنت تتحدث اللغة العربية لقد أخرجتني عن شعوري وماذا سنفعل بشأن هذه الوقيع يا سيدي لقد صرصر القط الأسود والسحلية في جميع أرجاء الغابة أنك تتحدث بالسوء عن الأسد يا سيدي وماذا قال الأسد قال أنه لن يهدأ أبدا دون أن يضربك يا سيدي فلنرى من سيغلب الآخر سأضربه بالجزمة تقصد الحزاء يا سيدي أتدري ملك الغابة ما الذي قاله عنك كبير الغوريلات لقد قالت القط السوداء والسحلية أنه سيدمرك أنا عايز أعرف حاجة واحدة بس إحنا بنعمل فيلم كارتون ولا فيلم تاريخي كارتون يا سيدي خلاص بأتكلم عيد البابة دل ما أديك على بؤك حاضر يا سيدي لقد جاء الغراب يا سيدي أسمع صوته غراب إيه يا ابني ده السعلق بس بيستعبط عمت مساء سيدي ملك الغابة عمت فين يا ابني انت شايفنا قاعدين على مسبح عايزك في ظرف خمس دقايق من دلوقتي تجري بسرعة دهل التعبان صاروخي يا سيدي أما نشوف أخرتها إيه أنا يتكلم عني كبير الغورلات أنا يجيب سيرتي ويهددني يا أنا يا هو في الغابة دي ما ينفعش إحنا الاثنين واحد بس هيا يا كبير الحيات مين اللي بيتكلم عني تاني في الغابة؟ الغابة كلها بتتكلم عنك مفيش حد ساكب كله مقطع في فروتك وجايد في سيرتك يا كبير الغابة يا خسارة انهبة أنا هربيهم كلهم هشعلقهم واحد واحد من دلوق اديهم يا ملك الغابة ما ترحمش اديهم ما ترحمهمش إيه الأخبار يا إرد لسه القاسد برضو بيتكلم عني لسه عايز يهاجمني في مملكتي وبيتي القير دي جيه القير دي جيه جايب لنا الأخبار موسيقى موسيقى ايه الأخبار أنت؟ الدنيا مقلوبة برا يا مالك الغريلات وبيقولوا انهم هيطربقوا الدنيا على دماغك يا نهى رب يالت انا روح اسوف ايه اللي حصل لازم تتصرف يا مالك الغريلات وتشوف لك حل طب غور من وشي السعادي حاضر يا مالك الغريلات هغوره وبعدين في الوقع السودة دي بقى هو انا قد الاسد ولا حمل ولا بعرف انط حتى استغفر الله بس لو ما كانش القطة والسحلية قعدوا يوقعوا بيني وبين الاسد وبعدين يا قطة الغابة كلها هيجي علينا كل ده عشان الكلام اللي وقعنا بيه بين الاسد والغوريلا واشنا مالنا هم اللي غلطانين هم اللي بيصدقوا الكلام اللي بننقلوا بنوقع الدنيا ما بينهم بيه احنا مالنا يلا خلي الدنيا تولع خليها تولع واحنا نتفرج على الحريقة سيبها تولع حريقة ايه؟ ده احنا هنتفرج على مسلسل مشوق جدا ايه احنا نولع الدنيا ونقعد نتفرج كده واحنا بنقزقز لب ولا نجيب فشار يا سلام لو يولعوا في بعض قدامنا أو يجيبوا دم اه لا هيبقى احلى فيلم تفرجنا عليه في حياتنا ما اقدر غضبك يا ملك الغابة بس لو كان ملك الغوريلاد بس ما يجيبش في سيرتك ما كنتش غضبت يا ملك الغابة اهي القطة جات اهي هتقولك على بقية الاخبار يا ملك الغابة قوليلي ايه الجديد اللي عندك قوليلي واخلاصي براضي النار اللي جوايا مفيش حاجة يا ملك الغابة محدش اصلا يقدر يتكلم عليك غير شوية كلام بسيط كده في الغابة بيتكلموا عنك كلام وحش قوي يا ملك الغابة ودلوقتي يجيه وقت التحدي كل واحد ياخد حد انت تكلمت علي يا كبير الغوريلاد لا انت اللي تكلمت علي وهم وصلولي القطة والسحلية جم قالولي على كل الغلط اللي انت غلطته يا كبير الغوريلاد بتغلط فيا انا انا ملك الغابة اهم نفس القطة والسحلية جم وصلولي كلام اللي انت قلته علي يا اسد الغابة جم قالولي كل الغلط اللي انت غلطته فيا ازاي الكلام ده القطة والسحلية بيخافوا علي وبييجوا يوصلوني عن كل اللي بيغلط فيا ويتكلم علي معقولة وبيوصلولي انا كمان في حاجة غلط في حاجة غلط في المشكلة الكبيرة دي صحيح كلامك يا ملك الغابة وبعضين بقى سمعت اللي انا سمعته الاسد والغوريلا اعرفوا الحقيقة وعرفوا ان احنا كنا بنوقع ما بينهم سمعت طبعا واحنا بكبنا هنقدر نخرج من المشكلة دي بسلام هنخرج ازاي بس دول لو اتفقوا علينا هيخلصوا علينا واحنا ضعفة ومش قدهم معنى كده ان القطة والسحلية كانوا بيدحكوا علينا كانوا عايزيننا نمسك في بعض باي شكل يا ملك الغابة كانوا عايزين يشوفوا دم الحيوانات الضعيفة وهنعمل ايه دلوقتي يا ملك الغابة ايه التصرف اللي هنتصرفوا معاهم هنولع فيهم ويكونوا عبرة قدام حيوانات الغابة كلها لاي حيوان تسول نفسه لي انه يوقع ما بيننا يا خراشي بس الجو حر قوي يا ملك الغابة احسن عشان يحرموا طب يلا نلم الحطب وبدل ما يتفرجوا علينا هم واحنا بنت خانق نتفرج عليهم وهما بيولعوا هاهاها اخر مرة يا ملك الغابة مش هنعمل كده تاني يا ملك الغابة يا خاص والله يحرمنا مش هنعمل كده تاني اللي ينقل الكلام مرة ينقل ألف مرة وده كان جزاء اللي ينقل الكلام وتوتا توتا خلصت الحدود باي باي